اشتركوا في القناة كيف تقوم بفتح واتساب ويب من خلال المتصفح الخاص بك لكن هناك من يجد مشكل في عملية تسجيل الدخول عن طريق الهاتف أو من خلال الاستجابة السريعة من خلال عملية سكان الكود الذي يظهر على الواتساب ويب فهناك من يعاني من مشكل عدم استطاعته الدخول إلى هذا الأخير إن شاء الله سوف أريكم حل هذه المشكلة قبل أن نقوم بشرح الطريقة إخواني الكرام أدعوكم إلى اشترك في قناة على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى تتوصلنا إن شاء الله بكل جديد القناة جيد الأن سوف نبر إلى شرح الطريقة فكما تلاحظون مع هذا هو الكود المشكل عدم القدرة على الولوج إلى هذا الكود أو عدم القدرة على استجابة السريعة أو تعرف على الكود يعود إلى عدة أسباب من بينها كما تلاحظون إن قطع الواتساب الويب عن الاتصال هناك مشكل في الاتصال هناك ضعف في النت كذلك هناك عدم الاتصال الهاتف الخاص بك أو الواتساب الخاص بك بالنت يجب أن يكون متصل بالنت كما يلاحظون هنا شرح للتفصيل حول الطريقة كما قلت فقط تقوم باتباع الخطوات التي سوف أقوم بشرحها لك أو إن شاء الله سوف تقوم بالتغلب على المشكل أول شيء يجب أن يكون الهاتف الخاص بك متصل بالنت كما تلاحظون معي فهاتفي أنا متصل بالنت ثم بعد ذلك سوف تقوم بالخطوات الثانية سوف تقوم باتباع الخطوات التي سوف أقوم بشرحها حتى تتغلب على المشكل أول شيء يا أخواني الكرام هذا هو الكود كما تلاحظون تقوم بالدخول إلى هذه الصفحة تقوم بالدخول إلى صفحة webwatsapp.com سوف أضع لك الروابط أسفل الفيديو بعد ذلك سوف تتوجه إلى المتصفحة الخاصة بك سواء كانت جوجل كروم أو غيرها من المتصفحات الأخرى تقوم بالنقل على هذا الخيار أو الإعدادات ثم تتوجه مباشرة إلى زوم تقوم بتكبير الزوم على هذا الشكل حتى يصبح على هذا الشكل على هذا النحو جيد بعد ذلك سوف تقوم بالخطوات التالية تابع معي الطريقة جيد نتوجه إلى الهاتف الخاص بنا جيد بعد ذلك سوف نتوجه إلى الواتساب نقوم بالتوجه إلى الواتساب الخاص بنا كما تلاحظ معي هنا سوف تقوم بالنقل على واتساب تقوم بالتوجه إلى إعدادات أو sitting بعد ذلك تتوجه إلى WhatsApp web the desktop على هذا الشكل ثم بعد ذلك سوف تقوم بعملية سكان للكود جيد بعد ذلك تقوم بعمل سكان للشاشة كما تلاحظ معي هنا ثم تنتظر لبضع ثواني حتى يتم فتح هذا الأخير كما تلاحظ معي هنا تم حل المشكل إخواني الكرام بكل سهولة الطريقة كما قلت رائعة جدا فقط سوف تقوم بخطوات التي قمت بشرحها وإن شاء الله سوف تقوم بالتخلص بعد ذلك يمكنك أن تقوم بالعودة إلى الشكل الطبيعي أو العادي للواتساب الخاص بك كما تلاحظ معي هنا الطريقة رائعة كما تلاحظون إخواني الكرام بعد ذلك يمكنك أن تقوم هنا بالدردش مع الأصدقاء أو غيرها من الأشياء فأعتدر فلديا للضعيف بعض الشيء لهذا تظهر معي هذه الرسالة كما تلاحظون فون نوت كونكت فكما قلت الطريقة سهلة ورائعة جدا إخواني الكرام يمكنك أن تقوم بتشغيل الواتساب الخاص بك بهذه الطريقة كما تلاحظون قمنا بحل مشكلة عدم تعرف أو عدم استطاعتك الولوج أو الدخول إلى واتساب ويب من خلال الهاتف الخاص بك من خلال الاستجابة السريعة كانت هذه الطريقة أخواني الكرام الصحيحة لفتح واتساب ويب أو حل مشكلة واتساب ويب من خلال الهاتف طريقة رائعة جدا أتمنى إخواني الكرام أن تكون الطريقة وكذلك الفكرة قد نالت إعجابكم لا تنسوا دائما بالنقل على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلكم إن شاء الله كل جديد وشكرا للمتابعة لحلقات قديمة بحول الله نشكركم للمشاهدة إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك والتعليق شكرا للمشاهدة